جماعة الإخوان الإرهابية كانوا موجودين في بلدان كثيرة هل نجحوا في تغيير هوية أي من المجتمعات؟ لأن كان في محاولة مستمتة هنا في الداخل المصري وأعتقد أنها لم تنجح لو أنت نظرتي للخريطة مثلا في المنطقة العربية أنت عنديك في فشل زريع لهذا المشروع يعني إحنا شفنا بالتجربة ويمكن من حسن الحظ أنه صعود الجماعة دي اللي الحكم في كذا بلد منهم مصر الدولة الكبرى يعني ففشلت التجربة فتم لفظ هؤلاء الناس لأنه فعلا اتكبوا من الأخطاء الكثير والأمر التاني أن الأفكار اللي هما كانوا يروجوا لها لم تكن تعمل نوع من التوازن والتماس مع سكان هذه كل قطر من الأقطار اللي هما صعدوا فيه للحكم أو حتى لم يصعدوا لي للحكم ما نجحوش أن هما فعلا يغيروا الهواء آه نجح أنه هو يروج لبعض الأفكار لكن لما صعد للحكم الناس ايه اكتشفت بالتجربة أن الناس دي ما هم إلا تجار لهذا الدين وكمان من النقاط الخطيرة في القصة دي اللي خلت الناس دي تقع أن الهوية البون الشاسع ما بين فكرة الوطن اللي احنا متشربينها وبين هؤلاء الناس اللي هم أصلا لا يعتنقوا فكرة الوطن هم عندهم زي ما قال حسن البنة والخلاف والذي بيننا وبينهم أنه أننا نعتبر حدود الوطن بالعقيدة وهم يعتبرون حدود الوطن بالتخوم الجغرافية طبعا كلام خاطئ والرد العمل يعلمنا القرآن عشان الوطن بس يسمعوني لما ربنا سبحانه وتعالى يكرر دائما يقول ايه يعني أهل مكة للرسول أسلام من أهل مكة لهم ده الكفر واخد البال حياتك يقول ايه ديارهم ديارنا والذين أخرجوا ايه من ديارهم شوف الضمير يعني فكرة أنك أنت بتعتذب وطنك حتى كان ده وطن مشركين أو كفار لكن ده ايه وطنك ها القرآن بيقول كده من 1400 سنة وإيه يوم الدين ففكرة أن انت تقول أن العقيدة هي هي اللي بنحكم بها بالوطن لأ التخوم الجغرافية لا هي المقياس هي المعيار والرسول على السلام لحظة الرسول على السلام شوف لما غادر مكة كان بيبكي ويقول لولا أن أهلك ايه اخرجوني ما اخرجت شوفي مدى حبه بالوطن ففي الدين عندنا أن فيه توازن ما بين أنك أنت بتحب دينك ودي علاقة خاصة بينك وبين ربنا وما بين ايه الحبك لهذا ايه الوطن فيه توازن لا هم لغوا الفكرة دي خلاص وانت عندنا طبعا عراء كثيرة في هذا الموضوع سيد قطب لما يقول ايه ما هو إلا حفنة من تراب هل مسألة الهوية أستاذ كتاتني لها علاقة بتقدم الدول تاني هل مسألة الهوية أو طبعا فكرة ترسيخ الهوية في مختلف المجتمعات لها علاقة بتقدم الدول قولا واحدا انت عندك لما بتروح فرنسا على سبيل المثال شوف قد دي هما بيعتزوا باللغة الفرنسية وبيقول دي لغتي حتى لو بيعرف يكلم لغتا فكل دولة بتعتز بالمقاومات الثقافية وهويتها بشكل عام فطبعا كل ما انت يكون في اعتزاز في انتماء ما هو الاعتزاز ده بيخلي عندك فكرة الانتماء للوطن برضه ما هو ايه الهوية دي عبارة عن ايه انا باعتز بكل ما نتك من على هذا الوطن من ايه من ثقافات وافكار وفي النهاية انت جيت لمنتج بكل اشكالها وحتى المعصرة بكل اشكالها وحتى المعصرة وبيديك في النهاية بيديك في النهاية ميكس كده خلطة انت بتميزك هذه الخلطة عن ايه الفرنسي عن الانجليزي عن الاقطار والاخرى